تحظى العلاقات المصرية الإماراتية باهتمام كبير من قبل البلدين على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأتي العلاقات بين البلدين وبين القاهرة وأبو ظبي عكاسا للتوجهة الحكيمة لقيادتي البلدين والتي تتمثل في مواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية والمرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وكذلك تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية تلك هي العلاقات المصرية الإماراتية ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم وهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وشهدت تلك العلاقات تطوراً كبيراً ونوئياً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها خصوصية العلاقات بين القاهرات وأبو ظبي وصل ذروتها خلال الفترة الحالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانعكس ذلك في الزيارات المتبادلة والمتكررة لقادة الدولتين في إطار توطيذ العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون في كافة المجالات زيارات تبرز مدى عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد آل نهيان لتزداد عمقاً ورسوخاً في عهد الرئيس السيسي ولتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات وعلى صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية الرؤية المشتركة بين البلدين يتجسد بعضها في أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقناً للدماء وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظاً على وحدة الأراضي العربية وسلامتها ويتافق البلدان كذلك على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصةً جهود مكافحة الإرهاب والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها فضلاً عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين اشتركوا في القناة